انا بدا يعني انا كاست مثلا ممكن اقول له ايه خلاص احنا مش هنتكلم دلوقتي بعدين لما روء بس انا ما بحبش ثلاثة اربع الستات اتقول للراجل كده خلاص انا مش هتكلم معه دلوقتي خالص بعدين وهي عايزة يتحايل عليها عشان يتكلم وعشان يتصالحوا ما الراجل برضو شعب يجيله وخلق وهقول لك على حاجة او ساعات بها تحصل ودي غلطة بتحصل لكتير من الست انا مش مش هنتحمل كتير عن الست بس فعلا في ولطات بتحصل من الست انه مسلا الراجل ساعاتها في الخناقة يقوم سايبها وهينزل يخرج عشان يهدي الدنيا لا انت مش هتمشي من قدامي دلوقتي لما انكمل انت مش كل مورة هتعمل المشكلة وتسيبني ايوه تطلقني دلوقتي حال انت لو معاتش تكلمت معي دلوقتي تطلقني فالراجل يبقى مش عارف هي بتتكلم بجد ولا بتستفزه ايوه بيحصل فليه ليه احنا طبيعي في الوقت ده محتاجين ان احنا نهدى يعني انت شفتيه خط بعضه وخرب سيبيه يخرج خلي الدنيا هو هيهدى وانت هتهدي وبعدين نبتدي نقعد نتكلم طيب المشكلة اللي بتحصل ايه انه دايما بيحصل عكنانة خلاص فاحنا بنزهق من العكنانة يلا بقى نتصالح طيب خلاص بتحصل ما بنصفيش بقى ما بنصفيش كمان الموضوع ما بيننا بقى شايلة وهو شايل اه فبيحصل بقى تبتدي تتكوم تراكمات 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 لحد لما يوصل الانفجار ويبقى الانفجار ده لما تبصي ايه تشوفي القصة بتاعت الانفجار عشان كده انا بقولك ساعات ممكن الستة تعمل المشكلة كلها على التفهة بس هي شهيلة الكبير هي ما صفتش من جواها التقيل اللي قابليه يعني بشكرت المشكلة بشكرت جدا استاذه سامحي سين لايف كوتش وان شاء الله تبي معانا ان شاء الله قريب في البرنامج